السلام عليكم وأهلا بكم إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للانضمام لأسرة معرفة أوديو نسعد بوجودك معنا لا شك أنك سمعت عن فوائد الحبة السوداء وترغب في تحصيل الفائدة الكبيرة لها وقد تتساءل عن الطريقة الأفضل لتناولها وتحضيرها وما هو الوقت المناسب لأخذها في هذا الفيديو نقدم لك الطريقة الصحيحة والصحية لتناول الحبة السوداء دعونا نشير إلى أن الطب النبوي هو ما أخذت وصفاته أو مكوناته عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا من الزمان وقد أثبت الطب الحديث بالدليل العلمي القاطع صحة ما أخبر به عليه السلام ومن ضمن ما أنصى به التداوي بحبة البركة فقد قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا السام رواه البخاري ولكن لحظة لا بد أن تعرف ما هي الجرعة المناسبة وما هي الطريقة الأمثل لتناول حبة البركة حتى تتجنب أضرارها الجرعة المثالية كما أثبت العلماء هي سبع حبات فقط بالدقة والتفصيل حتى لا نتجاوز الجرعة الصحيحة وندخل في مشاكل التأثيرات الجانبية للجرعة الزائدة ويجب هنا عدم الإفراط في تناولها أو تناول زيتها لأن فيه مضرة ويجب تناولها باعتدال أي قطرات بسيطة من زيت حبة البركة أو مقدار سبع حبات فقط عند تناولها كما هي وهناك من يضعها مع عجينة الخبز أو الكعك وهذا مفيد أيضا يفضل تناول الحبة السوداء مع الطعام أو بعده وعدم طحنها إنما أثبت بعض أخصائي التغذية أن مضغ حبة البركة في داخل الفم حتى يتم فتحها واستخراج الزيوت العطرية الطيارة منها في داخل الفم هي الطريقة الأصح ويفضل أن تأخذ صباحا أو في فترة الضحى هناك من يضحنها ويتركها ويستخدمها بين فينة وأخرى إذا كنت من هؤلاء فلا ننصحك بهذا لأن طحنها وتركها يفقدها تلك الزيوت الفعالة بفعل الحرارة والهواء والعوامل الطبيعية الأخرى يعد من بذور حبة البركة مشروب ساخن متعدد الفوائد ماذا عن طريقة تحضير هذا المشروب بالطريقة الصحيحة؟ أولا تطحن بذور حبة البركة الجافة طحنا ناعما ويسخن مقدار كوب من الماء يمكنك أيضا أن تضيف الميرامية إلى الماء المغلي لتحسين المذاق ثم عليك أن تغطي الكوب لمدة خمس دقائق فقط ثم يصفه ويمكنك هنا إضافة العسل الطبيعي للتحلية حسب الرغبة ثم يشرب مباشرة دعونا نتوقف هنا عند أضرار الحبة السوداء فعلى الرغم من فوائدها الكثيرة إلا أنها كغيرها من العلاجات الطبيعية لها بعض الأضرار ومحاذير الاستعمال قد تسبب الحبة السوداء تحسساً وطفحاً جلدياً إذا تم تطبيقها على الجلد ينصح بعدم استخدام الحبة السوداء من قبل الأمهات أثناء فترة الرضاعة الطبيعية لأن الدراسات والأبحاث غير كافية عن مدى أمان استخدامها لما لها من تأثير محتمل في صحة الأم والرضيع قد يبطئ استهلاك الحبة السوداء من تخثر الدم مما يزيد من خطر النزيف ويزيد حالات اضطرابات النزيف سوءاً قد يخفض استهلاك الحبة السوداء من مستويات السكر في الدم عند بعض الأشخاص لذا ينصح الأشخاص المصابون بداء السكري بمراقبة مستويات السكر في الدم بشكل دائم عند استهلاكها أيضاً قد يخفض استهلاك الحبة السوداء من ضغط الدم لذا ينصح الأشخاص المصابون بانخفاض ضغط الدم بتوخي الحذر عند استهلاكها أيضا ينصح بعدم استهلاك الحبة السوداء قبل أسبوعين من إجراء أي عملية جراحية لما لها من تأثير في إبطاء تخثر الدم وخفض نسبة السكر في الدم وخفض الضغط بالإضافة إلى أنها قد تسبب الشعور بالنعاس لدى بعض الأفراد نتمنى أن نال هذا الفيديو إعجابكم مرة جديدة ندعوكم للاشتراك معنا في القناة والمساعدة في تحقيق الحلم أن نكبر بكم ومعكم شارك الفيديو لتعم الفائدة